دعا صائق اتفاقية باريس 2015 المعنية بالحفاظ على الاحترار العالمي أقل بكثير من اثنين درجة مئوية إلى الحاجة العاجلة لاتفاقية مماثلة لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي وقال المشاركون في صياغة اتفاقية باريس في بيان المشترك صدر في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ إنه من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف فقدان الطبيعة وعكس مسارها هذا العقد مع الاستمرار في تكثيف الجهود لإزالة الكربون بسرعة من اقتصاداتنا يمكننا أن نأمل في تحقيق وعد اتفاقية باريس ترجمة نانسي قنقر